اتطلقت من جزهة 11 مرة ورجعت له من غير محلل وتجوزت راجل تاني علشان تخلف منه وبعدها ترجع لجزهة الأولاني وتشيل الرحم مسلت مشاهد بلبس عريان في نهار رمضان كل ده وأكتر هتعرفه عن الفنانة مايار البيبلاوي في الفيديو ده تفاصيل كتير كشفتها الفنانة مايار البيبلاوي في استضافتها في برنامج العرافة مع بسمة وهبة اللي اتكلمت فيه عن جزهة الأول وحبهم لبعض رغم طلقهم 11 مرة الرقم ده صدم الجمهور اللي شاف الحلقة واللي صدمه أكتر لما قالت انها فعلا طلقت منه 11 مرة ورجعت من غير محلل وده حط تساؤلات كتير عن ازاي رجع البعض وده مخالف للدين والشرع وأكدت مايار البيبلاوي انها فعلا طلقت من جزهة الأول 11 مرة من غير ما تلجأ لمحلل وقالت لعن الله المحلل وان الموضوع حصل بشكل طبيعي يعني طلقت منه وتجوزت راجل تاني وما كانش في نيتها انها تتطلق منه او انه يبقى محلل وقالت انها خلفت منه للمرة الاولى وده بسبب ان كانت فيه عدم تجانس بين دمها ودم جزهة وده اللي كان منعها من الخلفة وعبرت عن حبها لجزهة الأول اللي طلقت منه 11 مرة وقالت انها بتحبه جدا وهو وقف جنبها وسندها في محنتها زي وفاة والدتها او لما عملت عملية وشالت الرحم وقالت انها رجعت له دلوقتي لكن جوازهم في بلده حاجة مش قانونية ورفضت انها تقول عنه او عن جنسيته واصارت الجدل اكتر لما تكلمت عن مشاهدها الجريئة والمسيرة في السنمة وتمثلها لمشهد في نهار رمضان بالمايو وقالت انها كانت بتصور فيلم مع المخرجة ايناس الدغيدي وكانت الوحيدة في اللوكيشن كله هي وممثلة كمان اللي كانوا صايمين وكان فيه مشهد هتلبس فيه مايو وكانت رفضة تعمله في نهار رمضان وراحت طلبت من المخرجة ايناس الدغيدي انها تستنى لبعد الفطار فطبعا اطردت المخرجة انها تعطل ساعتين لحد الفطار علشان مشهد وقالت مايو البيبلاوي ان الفنانة نجلاء بدر هي اللي اقنعتها تعمل المشهد ده وقالت لها هو مشهد ما فيهوش اي حاجة وبعدين رمضان ده علشان نحس بالفقرة مش عشان ما نشتغلش شاركنا برأيك وقلنا شايف كلام مايو البيبلاوي مسير للجدل ازاي